اشتركوا في القناة يعني قالوا انهم عايزين يعملوا حملة عشان بس نزبط قصة الناس بتنشر ايه لان الناس بتنشر حاجات غريبة وده بيعكس بيعكس فكرة سلبية جدا عن المجتمع بتاعنا واحنا مش كده فكان في حد كده تبنى ان هو يعمل حملة ضد المنشورات الموسيقى ديت او المنشورات اللي هي اللي مش صح وكانت الحملة بعنوان فكر قبل ما تنشر مؤسس الحملة وصاحب فكرتها هو استاذ شادي عبدالعليم انا هحب اشكره طبعا من مكاني ده ولازم نتفرج على الفيديو كده مع بعض وان شاء الله يا رب يعجبكم ونحاول برضو الناس تتفرج على الفيديو يبقى هو ده هدفنا ان احنا ننشر الصح ونحاول نعكس صورة المجتمع بشكل افضل يلا نشوف الفيديو نشوف الفيديو ايه يا شو دي حبيب تتفرج عليهم ايه ده ايه ده ده فيديوهات دي غلق هتقتل البراء اللي جواهم تيك توك ده مش مكان نفضح فيه نفسنا قدام العالم احنا بقينا بنكر نشوف الفضايح اكتر ما بنشوفي المواهج وانا بنسقف للتفاهة والابتزال وطلنا لدعم ونشجع رسال فضحتوا بيوتكم وكشفتوا على وردكم انتوا عارفين فيه كام مليون واحد بيشوف فضايحنا وعمر مكان العري والفضايح هم المصدر الوحيد للشهرة والفلوس احنا بقيت بنا على تيك توك بنستخر ان الجرجس بيشن في محمد ومحمد برد الجرجس نفس الشسيمة مهيطول عبرها مصر كنيسة جنب جانا مع اننا كنا زمان امو جرجس سيدنا محمد طبق مليان فكه وامو محمد الترجعون من المجرجس بطبق مليان كحة مصر مليانة مواهج دقات حقيقية ومش لقيهم مكان يفرقوا في دقتهم ريال التيك توك مهيطول عمرها مصر يبني حتة الجنع بيسطل على بيت حتتهم فجأة ما بقى انشحنا الفقر وبنون الشهرة بفعش ابدا اعالجهم بالاسفاف ولو عمر تدني الاخلاب مكانك هي المصدر الوحيد لتحجيج اهدافك واحلامك ايه بين خلاقك ولا خلاقك لما تنمر على الانسان ربالي خلاق ده من خلاقك اكبر بخاطر كل انسان ربنا اداله الهيئة دي عشان يكون فيها خلينا نساعد بعض نوقف ربا بعض في فرق من انك تكون انسان وانك تكون بني ادم استهضارك واستهضارك بخل الله واستهضارك واستهضارك بصنع خل الله نرجع نقول ان مش كل الناس اللي موجودة على الديكتوب فالعين يعملوا فضايح فينا اللي طالع لأهدافك اسمة بكتير من جد عشان نكون بجدة حقيقيين مش مجرد مساعد موتابعتك بس حياتك ولازم كلنا نكون ايجابيين ولازم نبرز الحلو على الديكتوب في حاجة في ودني ها ورجعنا لكو تاني ورجعنا لكو تاني مع الفكرة بقى لأسباب الخطئة اول ايه لعادة الخطئة المهمة بس الناس تكون شايفت الفيديو وتحاول يعني نعمل بيه لا مهمة جدا بالنسبالي علشان خاطر نقدر يعني ننشر التوعية بشكل كويس يعني معنا تليفون تليفوناتنا النهاردة كتير بس مش عايزة توصل لنا مش عارفة في ايه تمام خلاص نتكلم عن العادات الخطئة خلاص خلينا نتكلم عن العادات الخطئة عبالبا ما الناس ترجع تايني نتكلم عن العادات الخطئة لحد ما ربنا يكرموا كده وتوصلوا لنا في الصلاة بتاعتكم مش عايزة تيجي دي اول عادة بنعملها غلط وهي موعيد الوجبات بتاعتنا يعني بصوا في النهاية الطبيعي من السعرات اللي احنا بنأكلها هي الاساس كلناها الصبحة كلناها بالليل مش هتفرق بس برضو انا بحاول ان انا اخلي موعيد الوجبات بتاعتي قريبة من بعض علشان ابقى دايما حاسس ان انا تمام يعني الرجيم مش حرمان الرجيم مش جوع عشان انا محسش بالجوع ده احاول اقسم وجباتي على مدار اليوم يعني لو انا عندي وجبة فتار وغدا وعشا احاول اخلي الفتار ده متقسم الوجبتين برضو من نفس الوجبة الاساسية بتاعتي والغدا برضو متقسم الوجبتين من نفس الوجبة بتاعتي والعشا برضو متقسم الوجبتين من نفس الوجبات بتاعتي معنى كده ان انا اخلي وجباتي على مدار اليوم المعنى تليفون الو السلام عليكم وعليكم السلام صباح نوري يا حبابتي منور الشاشة والله والله يخليكي مرسي قوي ولكابت المصطفى منور الشاشة ربنا يخليكي يا رب ممكن حضرتك توقتي بس التلفزيون ماشي يا حبيبية قلبي ماشي يا رب انا بس عايزة اسأله سؤال اتفضلي اتفضلي انا ساعات بقى وطولي اندهار كده من جر اكله وبادي على العصر كده وللمغرب اكل وباضطر طبعا بالليل اكل تاني تمام فانا مش عارفة وجسمي مش عايز ينزل برضو طبعا الاكلات مش مظلوطة نفسي جسمي نزلو كده مش عارفة تمام تمام شكرا يا حبيبتي وهنرد عليكي حالك تمام نرد على السؤال السؤال مهم جدا ما هو دي مشكلة الناس احنا واجبة الفطار دي مهمة جدا يا جماعة يعني واجبة الفطار دي من اهم الواجبات منفعش واجبة الفطار بتاعتي تبقى العصر او المغرب يعني الفطار ده المفروض يكون الصبح عشان يديني نشاط ويخلي يوم يبتدي صح فواجبة الفطار مهمة تمام احاول اخلي يومي فيه اكتر من واجبة مش لازم يكونوا واجبات بشكل كبير لما هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه مش لازم اخلي واجباتي دي تكون كمياتها كبيرة جدا لا احاول اخلي كميات صغيرة تمام بس متوزعها على مدار اليوم علشان انا اساعد جسمي ان عملية الهضم وعملية الهضم فيه تبقى مستمرة ما يبقاش عندي امساك او عندي عسر هضم اساعد جسمي ان عملية الحرق فيه تبقى مستمرة ما يبقاش عندي مشكلة فنحاول على قد ما نقدر نصحى من النوم نصحى من النوم زي ما قولنا قبل كده وهنقول نشرب مية عادي خالص نحاول نعمل اي مجهود اي مجهود ولا وبسيط نحاول نعمل مجهود والمجهود ده هيخلينا عايزين نأكل يعني فينا هزي تقولك انا بصحى من النوم مش بيبقى لها نفسي للاكل مش قادر افتر وانت مش قادر تفتر عشان انت مفيش حاجة عملتها انت صاحي من النوم يعني صاحي وما بتعملش اي مجهود ما بتعملش اي حركة لا حاول تعمل مجهود ولا وبسيط هيخلي جسمك محتاج للأكل هيخليك عايز تأكل هيخليك تجوع شوية فبالتالي هتفتر وتفتر فطار يكون صح دايما في وجباتنا نعتمد على البروتين والخضرات بشكل كبير يعني نعتمد على العنصرين دول يكونوا هم اكتر حاجة موجودة على الأكل واي حاجة بعد كده بقى تبقى اجزاء صغيرة ما تبقاش كتير اللي بعد البروتين والخضر هو اللي بيزود الوزن بشكل كبير فنحاول نعتمد على ده على مدار يومنا الصبح قولنا في الأكلة هنأكل ايه زي ما تكلمنا في أكتر من حلقة عندنا البيض عندنا الجبنة القريش عندنا الحليب عندنا الشفان عندنا الفول كل دي حاجات نقدر ناكلها الصبح عادي خالص نحاول نبعد عن السكر على قد ما نقدر السكر مش صحي ومش مفيد فنحاول على قد ما نقدر نبعد عن السكر واجبات الغدى بتاعتنا نحاول الدهون ما تبقاش بشكل كبير في الأكل أنا أقدر أعمل طواجن بامية زي الناس كلهم تحب الطواجن يعني أقدر أعمل الطواجن ده من غير دهون لأن اللحمة أصلا بتنزل دهون فأنا أقدر أعمل طواجن من غير بقى ما حطت أنا كمان دهون على الدهون اللي موجودة فده بيأثر عليها بشكل كبير الأكل لو أنا نظمته ووزعته على مدار اليوم الأكل لو أنا خرجت منه السكر على مدار اليوم الأكل لو أنا خرجت منه الدهون الغير صحية على مدار اليوم جسمي هيبقى في صحة احسن حتى لو انا مش عايز اخسر وزن لا انا هبقى جسمي شكله كويس ومش هيبقى في عندي مشاكل صحية مش هيبقى عندي مشاكل في الشرايين ولا مشاكل في القلب مش هيبقى عندي سكر مش هيبقى عندي ضغط مش هيبقى عندي كوليسترول في الدم كل ده امراض بتجيلنا بسبب الاكل اللي احنا بتدخله باسمنا الامراض دي ما بتجيلكش كده الامراض دي بتجيلك بسبب ان انت بتدخل جسمك أكل بشكل مش صح فنحاول ننزبط موضوع الأكل دوت بس على مدار اليوم ماشي في حد بقى بيقول عملت عملية تذبيس معدى وفعلا خصيت لكن بعدها بسنتين رجعت آكل واتخنت تاني إيه الحل ماشي ما هو إيه الحل يا ما الحل أنت يقول عندها برده فاهمة؟ ما أنت قلت يا هو رجعت آكل واتخنت تاني رجعت تأكلي معنى كده أن أنت هتزيدي ده طبيعي أجسامنا كل ما هندخل فيها أكل زيادة كل ما ده هيخليها تكسب وزن دي حاجة بديهي ممكن تكون افتكر بقى أن هي خلاص عشان عملت العملية لا العملية نجحة فخصية لا العملية نجحة دي لأنها كده كده هتنجح يعني العملية هتنجح تمام؟ العملية هتنجح وهنخسر وزن في وقت العملية لأن أنت في البداية ما تكتبهش قادرة تأكلي لزي ما إحنا كلنا عارفين عمليات التكميم في البداية بنعتمد فيها على سوائل مدة كبيرة جدا وإنت نفسك اللي بيعمل العملية ببقاش قادر يأكل أنا كان عندي ناس بمتابعة معي حالات وراحوا عمل العمليات دي ورجعوا وقالوا لي يا ريتنا ما فكرنا أصلا أن إحنا نروح نعمل عملية زي دي يعني في حد كان بيقولي أنا مش قادر مش قادر يأكل أنا مش قادر البيض العادي ده أنا مش قادر أبلعه مش قادر يأكل خالص فده ليه؟ ليه أنا حط نفسي في الحتة دي ليه أنا حط نفسي في إن أنا الأكل قدامي مش عارفك طبعا انا هياكل من نفس الاكل ده بس الكمية قليلة هياكل من نفس الاكل ده بس هاخده الصح منه وهبقى مش محروم من حالا وهبقى مش بعين وهخس برضو الجسمي يبقى حلو هلعب رياضة وشد جسمي طيب في حد بيقول كابتن في واحدة قالت ليه اشرب شاي رويل بتاع التخصيص وشاربته وخصيت جدا بالفعل وسبب ليه اسهال مزمن لدرجة اني بقيت مش بعرف ادخل التواليات غير عن طريقه ايه الحل طبعا دي كده تدمرت معدتها طبعا بازت مش قصة معدتها بازت ده اللي احنا تكلمنا فيه لو تبتكروا الحلقة بتاعة المنتجات التخصيص ده اللي احنا تكلمنا فيه فيه حاجات مسهلة للمعدة من ضمنهم الشايدة خلى المعدة تعتمد عليه هو عشان تدخل الحمام يعني ما خلاص المواد الهضمية اللي موجودة في معدتها الشاي ده بيوقف عملها شوية وهو يبقى هو المسؤول عن عمليات الهضم بتاعتها فبالتالي انا مش هيتبطل الشاي يبقى عندها عصر هضم وعندها امساك مش قادرة تدخل الحمام فلازم تاخد الشاي عشان تدخل الحمام ليه ليه اوصل نفسي كده يعني ليه احط نفسي في الحتة دي ليه اوصل نفسي ان انا بقى عايش بادوية وابقى عايش بشرة بحاجة عشان تدخلني الحمام ليه يعني ليه ليه ما نقدر ايكل الاكل والله لو كاننا الاكل الصحي ولو خدنا الفيتامينات المناسبة لنا ولو اه شردنا المياه بتاعتنا على مدار اليوم بشكل كويس كل الحاجات دي مش هنبقى محطوطين فيها كل الحاجات دي مش هنلجأ ان احنا يبقى عندنا مشكلة يعني مش هنلجأ لحاجة عشان احنا عندنا مشكلة نحاول نحاول على قد ما نقدر نبحث عن الوهم ده يعني وهم وصفات التخصيص وهم الحاجات اللي هي بتجيبها عشان خطر نخص من غير ما نعمل مجهود دي والله والله مش صح مش صح مش دايما صح يعني فيه منها حاجات اكيد هتبقى كويسة بس مش دايما بيبقى صح الاغلبية منها زي ما احنا شايفين كده في السؤال بتاعنا يعني هي يا كابتن لو بطلته هترجع تاني عايز لازم تبطله هي في البداية هتبطل فهتحس بأسرة هادمة هتحس انها مش قادرة تدخل التويلت فتحاول على قد ما تقدر انها تتحمل ده شوية وتاكل كويس وتشرب مية على مدار اليوم بشكل كويس علشان خطر ترجع المعدة تاني انها تشتغل بشكل طبيعي وتعتمد على نفسها وعلى المواد الحندية اللي موجودة فيها لعمليات الهض طيب فيه حد تاني بيقول عملت كابتن انا بلعب سباحة وعمل ضايت وكل حاجة وفعلا خصيت لكن حاليا وزني سابت وخايفة جدا ارجع تاني خايفة تتخن بقا يعني عائلة تول من انت فالرياضة يعني تول من انت بتشغالة في الرياضة الوزن مش هيرجع تاني اذا وانت بتلعب الرياضة بتأكل بشكل معين فبالتلالي وزنك مش هيزيد وزنك هيزيد لما هتأكل بنفس تقيمة الاكل انت بتأكلها وانت كنت بتلعب الرياضة وانت قاعدة مبتعمليش مجهود فطبيعي وزنك هيزيد دايما السعرات اللي دخلها أصاد السعرات اللي أنا حرقتها الموضوع بيكون معتدل شوية والجسم بيحافظ على شكله لكن أنا بدخل سعرات حرارية كتير وما بحرقش أصادها سعرات حرارية فبالتالي خلاص أنا بمخزون السعرات الحرارية عمالي يزيد يوم بعد يوم فبالتالي الجسم عمالي يكسب دهون يوم بعد يوم هكسب دهون بشكل كبير في وقت صغير وما أجي خسارها هقعد وقت كبير جدا عشان أخسارها فحاول حافظ على نفسي من بدري حاول حافظ على نفسي من أول لما أنا يعني أنا وقفت إن أنا ألعب رياضة حاول برضو إيه حافظ على إيمية الوجبان بتاعتي وصاد المجهود اللي أنا بعمل طيب كابتن في حد بيقول لو سمحت يا كابتن عندي خشونة في الرجبة ووزني زيج جدا وعايزة تمرين سهل أعمله ونفسي أخس طبعا دي يعني غصبن عنها عشان هي عندها خشونة في الرجبة ماشي تمام أنا عندي خشونة في الرجبة أو عندي أي مشكلة في المفاصل عموما في أي مكان في جسمي تمام وزني زيج المشاكل دي حصلت منين المشاكل دي أصلا حصلت عشان أنا وزني زيج فبالتالي أنا لو رحت عملت تمرين على الوزن الزيج ده هأثر على المفاصل دي بشكل أكبر لأن أنا أنا ما بعملش مجود خالص والمشي العادي وطلوع السلم العادي والحركة العادية خالص على مداري اليوم في البيت عملا لي مشاكل في الرجبة وعملا لي مشاكل في المفاصل عموما فأما لما هعمل مجهود زيادة وما لما هجري وما لما همشي تاني إيه اللي هيحصل طبعا المضاعفات هتبقى أزيد طبعا التعب هيبقى أكبر فأنا أعمل إيه لازم ألجأ أن أنا أخص الأول بالأكل والشرب لازم أقلل سعرات الحرارية وأبدأ أتعامل وأنا في البيت أن أنا أنزل وزني لدرجة معينة وبعد كده أبدأ أروح أتمرن بعد كده أملاقي إن أنا عملت الدايب بتاعي شهر اتنين تلاتة والحرق بتاعي بدأ يقل أو بدأ يقف خالص بقيت بعمل نفس العادات اللي أنا بعملها وباكل نفس الأكل بس برضو الحرق بتاعي مش شغال يحاول بقى دخل وقتها المجهود أكون خسرت وزني بشكل كويس علشان خاطر مفاصلي ما تتأثرش في شكل أكبر فأخسر وزني الأول وبعد كده أفكر في التمارين التمارين اللي هنعملها إيه بالنسبة للناس عندها خشونة رجبة كبداية هنمشي المشي العادي خالص المشي من غير جارية ومن غير أي زيادة المشي عادي خالص هنعمل المشي دوت ساعة في اليوم هيبقى مفيد جدا مينا بس برضو بعد الدايت اللي إحنا عملناه ماينفعش إن أنا أعمل المشي ده حتى وأنا في نفس الوزن الكبير اللي أنا فيه اللي كان أعمل لي الخشونة دي فهنعمل المشي مع الوقت خسرت وزني زيادة حسيت إن أنا الركب عندي بدأت تمام مافيش مشكلة هروح مدخل هأجري شوية كل شوية أزود حاجة على حسب حالتي الصحية كل شوية زود حاجة على حسب حالة المفاصل بتاعتي بس في حد بيقولوا أنتو بتتكلموا عن ناس اللي هي عايزة تخسر تكلمونا بقى شوية عن الناس اللي عايزة تدخل الناس اللي عايزة تزيد اه تمام احنا تكلمنا عن الناس اللي عايزة تزيد في المكملات الغذائية في الفقرة الأولانية بتاعتنا لما قلنا إن الناس اللي عايزة تزيد تقدر تاخد مكملات الجنرز بشكل كبير لأن سعراتها الحرارية عالية ليه قلنا ناخد مكملات الجنرز علشان السعرات عالية فيها السعرات العالية دي اتن اقدر اخدها من الاكل العادي هيكوتش اقدر اخدها من الاكل العادي عادي خالص أقدر ادخل السعرات حرارية اكبر من اللي انا بكلها في العادي بتاعي هدخلها منين? هدخلها من النشويات مacjaewه مكارونا روز مقبوسات هدخلها من البروتين طبعا اساسي عشان لو عايزة يبني جسمي هبقى لازم بروتين عشان يبني لي الياف عضلية فراخ لحمة سمك بيض منتجات قلبان جبن هدخلها من الدهون الصحية اللي موجودة في زيدة فول سوداني موجودة في انكسرات موجودة في زيد زاتون موجودة في السمن البلدي بس اللي هو اللي بيبقى جاي كده يعني احنا عندنا في مصر السمنة بتبقى جاية اوالب بيضة كده اوالب كبيرة بنبدأ نسيحها وبعد كده نبدأ نستخدمها عملية التسبيح اللي عملناها دي احنا خلاص حاولناها من سمنة مفيدة لسمنة مدرة يعني هدرجناها من الاخ دخلناها باية دهوم وهضراجها لا انا مش عايز اعمل ده هي زي ما هي كده هاخد منها وابدأ اكل يعني اخد منها واعطها في اكل عادي خلص مش هتأثر علي برضو داخل قيمة الماكروز بتاع الفات اللي انا عايزه الدهوم الصحية اللي داخله في يومي لو انا خدت الحاجات دي على مدار اليوم في الاكل بتاعي وزعت واجباتي كده على مدار اليوم بشكل كبير وكلت كميات اكل تكفي ان انا ازود وزني سعرات حرارية اعلى طبيعي جدا ان انا هزيد مش قادر اعمل ده يبقى انا لازم الجأ لمكمل من مكملات الجنرز عما اخدت مكمل من مكملات الجنرز يبقى روح برضو اتمرن احاول انا اتمرن عشان ابني الياف عضلية جسمي مش عايز يزيد فبالتالي هعمل عليه ضغط او استرس على الالياف عشان تبني مع الاتل ومع اللي احنا قلناكل طيب في حد بيقول هو كان عنده انيميا فهو بقى عايز يعني مكملات مثلا غذائية او حاجة عشان ترفع له الانيميا دي او ما هو الحديد الحديد بل الضبط يكل ايه بقى يعني احنا انيميا مشكلتنا في الحديد البلح السود احنا جد ايه معروفة اول حد يقول لك كان عندك في خضرات كتير اغلب الخضرات بقى انصر حديد موجود فيها اغلب منتجات اللي حوم عنصر حديد موجود فيها العسل السود الاكل والعسل السود العنصر الحديد موجود فيه يعني لو انا بقى خلاص مش قادر باكل كل حاجات وبرضى عني مشكلة ففي مكملات طبعا الدكتور بيبقى كاتبها علشان خاطر تكمل معانا عنصر الحديدة علشان خاطر معدن الحديدة علشان خاطر الانيميا دي تختفي او تروح طب نزام غزائي بقى ليه يعني فطار ايه غدا ايه هما بيقولي على فكرة فويني او في حد جوا بيقولي فعلا نزام غزائي ليه دي زي ما انا رضيت في فيديو قبل كده هو اللي احنا بنقوله ده عموما لكل الناس الاكل اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو ان احنا ناكل منتجات قلبان زي ايه وقلنا بروتين زي ايه الكاربويدريت زي ايه كل ده حاجات عموما بس انا لما ايه حد بعينه هو بيقولي انا عايز ازيد فبالتالي فيه تفاصيل كتير جدا انا محتاج اخدها منه علشان انا اكون مسئول عن ده انا اللي هزوده انا اللي هبقى عمله التارجت بتاعه علشان خطر انا عارف فهو في الوقت ده هيوصل لكزا في الوقت ده هيوصل لكزا اسأله على حاجات كتير في يومه عشان اعرف اقوله تاكل ايه وتشرب ايه لكن ما ينفعش ان انا احددلو اكل وشرب ومن غير ما اكون اعارف التفاصيل دي فعشان كده انا مش هادر اجواب عليه طبعا انا قدامكو على الكاميرا وابقى اجواب عليه بعد ما اخلص البرنامج ان شاء الله الحلقة عادة الحمد لله على طول بسرعة الحمد لله وانا طبعا باشكر رانا انها كانت معي في الموسم كله وده حاجة كويسة جدا وهي مزيعة رائعة ورب دايما كده في تقدم ان شاء الله انت اللي تختم بايا كابتن اختم النهاردة بقى كابتن مصنفى حكيم هو اللي يختم معاكم النهاردة كنا معاكم في برنامج صحيتك مع حكيم على مدار موسم كامل يا رب يكون البرنامج ووصل لكم اللي احنا عايزين نوصله يا رب تكونوا استفدتوا من وجودنا معاكم وان شاء الله نحاول نرجع لكم في حاجة تكون احسن لكم ولينا بإذن الله ان شاء الله بإذن الله مرسي يا كابتن عفو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة